أكد وزير الموارد المائية والري هاني سوي لم تحسن وضع الشركة القابضة للري والصرف خلال الفترة الماضية بالحصول على عمليات جديدة بقيمة 600 مليون جنيه مشيرا إلى سداد 112 مليون جنيه من المديونية المتراكمة جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف حيث شدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة لزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو بخارجها